بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه نحمدك يا ربي على نعمة الإسلام ونحمدك على نعمة الإيمان ونحمدك على نعمة القرآن ونحمدك على نعمة بعثة محمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد عدنان عليه الصلاة والسلام ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نلتقي في هذه الدقائق مع مشاهد من مشاهد سيرته أو أحاديث من سنته صلى الله عليه وسلم نتعرف فيها على صفة من صفاته وعلى خلق من أخلاقه عليه الصلاة والسلام ووقفتنا اليوم في هذه الحلقة عن الذوق وعن قضية الأخلاق وحسن استخدامها بطريقة ذوقية عالية كما يقول العلماء الذوق فوق الفوق الذوق فوق الفوق يعني قمة المطلب وقمة الحاجة الإنسان هو أن تكون عنده أذواق عالية هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في قضية الذوق واليوم الناس يؤصلون له تأصيلا ويفصلون عنه تفصيلا يؤصلون له تأصيلا عن الذوق في الكتب وفي تعريف الذوق وأنواع الذوق والأتكاة الرسمي والغير الرسمي والحكومي لآخره وفي نفس الوقت يفصلون عنه كلاما في البرامج وغيرها ومن المؤسف والمؤلم أن كثير من من يتكلمون عن قضية الذوق ربما يأخذون من هنا وهناك من شرق الأرض أو من مغربها من قديم الزمان أو من حديثه دون أن يتطرقوا إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وهي مملوئة بالذوقيات بل كان هو صلى الله عليه وسلم إمام أهل الذوق وقدوتهم صلى الله عليه وسلم وقائدهم ومجال الذوقيات في سيرته وفي سنته صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا فلو أخذنا على سبيل المثال في قضية المجلس والمجالسة والضيف والاستضافة وغيرها كان صلى الله عليه وسلم على درجة عالية من الذوق من ضمنها في قضية الدخول إلى المجلس أو إلى البيت فكان صلى الله عليه وسلم يستأذن يستأذن وأمرنا بأن نستأذن ثلاثا فقال الاستئذان ثلاثا فإن أذن لك وإلا فارجع إذن علمنا عدد مرات الاستئذان علمنا مكان الاستئذان وهو أن نقف على يمين الباب أو شماله علمنا صلى الله عليه وسلم طريقة الاستئذان كما في قول الله عز وجل لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ثم يقول سبحانه وتعالى فإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أسكى لكم هذه درجة عالية من الذوق كان يعمل بها النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنه استئذن على بعض الصحابة وقال السلام عليكم أأدخل فلم يجب عليه أحد ثم قال المرة الثانية السلام عليكم أأدخل فلم يجب عليه أحد ثم قال المرة الثالثة فأذن له هذا الصحابي الجليل فلما سأله عن سر تأخره في الإذن قال أردت أن أستزيد من دعائك لي يا رسول الله فأنت تسلم وتقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فأراد أن يستزيد من ذلك رضي الله عنه من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وسلامه أيضا من ذوقياته صلى الله عليه وسلم أنه يعني وجهنا أن نجلس حيث انتهى بنا المجلس فلا نجلس بمكان أحد ولا نزاحم أحد ولا نجلس بين شخصين إلا بإذنهما من ذوقياته صلى الله عليه وسلم حتى في المجلس أنه كان إذا كلم أحدا التفت إليه بوجهه يعني التفت إليه بكليته يعني لا يكلمه وهو معرض عنه بوجهه صلى الله عليه وسلم بل يقبل عليه بكل وجهه وبكليته فيكلمه من ذوقياته صلى الله عليه وسلم أنه إذا سلم على أحد من أصحابه يعني يصافحه فلا ينزع يده حتى يكون المقابل هو الذي ينزع يده ترى جعالي جدا من الذوق أنك قد تسلم على إنسان فما إن تمس كفك كفه إلا وينزع كفه على سبيل السرعة لكن محمد صلى الله عليه وسلم حين تسلم عليه فيجعل كفه في كفك لا ينزع كفه حتى تكون أنت النازع إذا التقى صلى الله عليه وسلم في مجلس أو في مكان بإنسان فبدأ يكلمه صلى الله عليه وسلم فماذا يفعل؟ فإنه لا ينصرف عن هذا الإنسان حتى يكون هو الذي ينصرف حتى يكون الإنسان هو الذي ينصرف يعني أنت قد تلتقي بإنسان على سبيل السرعة تغادر المجلس أو تفارق المكان محمد صلى الله عليه وسلم يبقى دقائق أو ساعة أو ساعات يبقى معك حتى تكون أنت الذي تنصرف يقول الصحابة في الدرجة العالية من الذوق التي يتعامل بها صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في المجلس الواحد يقول رضي الله عنهم كان لا يرى جليسه أن أحدا أحب إليه من درجة عالية جدا من الذوق لا يصلها إنسان لا في هذا الزمان ولا في غيره من الأزمنة إلا محمد صلى الله عليه وسلم أنه يختلط بكل الصحابة يختلط بكل أحبابه وأصحابه صلى الله عليه وسلم ثم ماذا؟ ثم لا يرى جليسه أن أحدا أحب إليه من يعني كل إنسان يخالطه يظن أن محمد صلى الله عليه وسلم لا يحبه فحسب بل إنما يحبه أكثر من كل الناس أكثر من كل الناس من ذوقياته أيها الأخوة الكرام صلى الله عليه وسلم هو اهتمامه يعني مع نفسه بقضية النظافة والاهتمام بمظهره بجوهره بمخبره صلى الله عليه وسلم بملبسه بما يضعه على رأسه بما يلبسه من عباءة أو برد أو يعني كسوة بما يلبسه من إزار صلى الله عليه وسلم بما يلبسه أجلكم الله من حذاء كل ذلك كان يهتم به صلى الله عليه وسلم يهتم بتنسيق الألوان يهتم عليه الصلاة والسلام بالنظافة يهتم صلى الله عليه وسلم بالعطر لذلك حين يرى صورة مخالفة للذوق الموجود عنده صلى الله عليه وسلم والذي يدعو أصحابه وأمته إليه مباشرة يستنكر هذه الصورة بطريقة مهذبة ومرتبة ومؤدبة فيصحح المسار عند المقابل رأى رجلا مثلا ثائر الرأس فقال أما وجد هذا ما يغسل به رأسه يعني أعقل أنه ليس عنده مال ليس عنده مال أليس عنده يعني مد من الماء حفن من الماء أو حفنتين يغسل رأسه رأى إنسان مثلا ثيابه وسخة قال أما وجد هذا ما يغسل به ثيابه دخل عليه رجل ثائر الرأس فأمره أن يغتسل وأن يتنظف ثم عاد فماذا قال له قال هذا خير من أن يدخل عليه أحدكم ثائر الرأس كأنه شيطان يعني توصيف عجيب يعني رب العالمين وصف عن الزقوم قال في القرآن طلعها كأنه رؤوس الشياطين يعني منظر مخيف فقال هذا خير من أن يدخل علي أحدكم ثائر الرأس كأنه شيطان إذن لا غرابة أن يوجهنا صلى الله عليه وسلم أن نغسل أجسامنا أن نغسل ثيابنا أن نغسل رؤوسنا أن نضع الدهن على شعرنا أن نضع مصفف الشعر على شعرنا مادام ماك نص يعني يتعارض معه هذا العمل فهذا كله من هدي النبي صلى الله عليه وسلم هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قمري الوجه محياه وبهي الطلة لقياه هو أعظم من خلق خلقا وحبيب الله مسمى هكذا كان هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل أصحابه إلى المدينة فقبل أن يصلوا إلى المدينة يقول لهم عليه الصلاة والسلام يعني يأمرهم يقول لهم أصلحوا هيئاتكم وأصلحوا رحالكم يأمرهم بأن يتنظفوا في ثيابهم وفي أجسادهم وحتى في رحال دوابهم ثم يقول لهم حتى تكونوا بين الناس كالشامة كالشام يعني كما أن الشامة تزين الوجه أو تزين الخد وتكون نقطة يعني واضحة ومميزة عن بقية الوجه أو عن بقية المكان الموجود فيه كذلك أراد من الصحابة أن يتميزوا بجمال مظهرهم وجمال مخبرهم وجمال جوهرهم ونظافة أجسادهم ونظافة ثيابهم ونظافة وتميز حتى رحالهم حتى رحالهم يعني كأنها دعوة حتى لأصحاب السيارات أن تكون سياراتهم نظيفة يعني أنت قد تصعد في سيارة فتجد فيها يعني بقايا الطعام وبقايا الشراب ويعني الأوراق الممزقة والروائح الكريهة وكل شيء لهذا كله منافي للإسلام فإذن أيها الأخوات الكرام هكذا كان صلى الله عليه وسلم في ذوقه العالي وفي أدبه العالي وفي خلقه العظيم صلى الله عليه وسلم فكان هو إمام أهل الذوق صلى الله عليه وسلم وقدوة يعني من يتحدثون عن الذوق ومن يعملون بمقتضى ويعني ثوابت الذوق من ذوقياته صلى الله عليه وسلم أنه حثنا على سنن الفطرة والتي منها مثلا يعني قص الشاربي ومنها مثلا إعفاء اللحية ومنها مثلا حلق العانة ومنها مثلا نتف الإبط ومنها قص الأظافر ومنها الختان فحثنا صلى الله عليه وسلم على سنن الفطرة التي ذكرت في أحاديث كثيرة مأثورة عنه صلى الله عليه وسلم وهو كان من أكثر العاملين بها كان من أكثر الناس عملا بها ولا شك أن سنن الفطرة هي نظافة حسية ونظافة معنوية ودرجة عالية ذوقية نظافة حسية ونظافة معنوية ودرجة عالية ذوقية كان يعمل بها صلى الله عليه وسلم قص الأظافر مثلا نتف الإبط حلق العانة يعني تخفيف الشارب أو قص الشارب إعفاء اللحية الختان وهذا ينعكس حتى على نفسية الإنسان وحتى على راحته وحتى على هدوئه وعلى صلاح باله وصلاح حاله وصلاح مآله كل هذا له دور في هذه النظافة أيضا أنه صلى الله عليه وسلم من ذوقه العالي أيها الأخوة الكرام أنه كان يحب العطر و العطر ينعكس على شخص الإنسان حين تضع عطرا على ثيابك أو تضع عطرا على جسدك فتشم هذا العطر هذا ينعكس على نفسيتك وعلى راحتك وطمأنينتك وينعكس على الناس من حولك حين تمر من عند الناس وعطرك يفوح فهذا يكون مدعاة إلى الألفة مدعاة إلى المحبة مدعاة إلى البشاشة وإلى طلاقة الوجه وإلى الانسجام وإلى الاهتمام وإلى الاحترام من عموم الناس حين تمر من عندهم على العكس ورائحة البصل تفوح أو رائحة الثوم أو رائحة الدخان أو غيرها من الروائح الكريهة رائحة التعرق والجهد والتعب التي تصيب الإنسان بعد الجهد وبعد العمل هذه كلها تنعكس على ماذا؟ تنعكس على تواصله مع الناس وعلى تواصله مع الملائكة الكرام الذين يعني يحفظونه بأمر الله والذين يكتبون أعماله الحفظ الكرام الكتب وغيرهم من الملائكة ينعكس على الناس في المسجد حين تصلي معهم لذلك صلى الله عليه وسلم قال من أكل ثوما أو بصلا فلا يقرب مسجدنا أو فليعتزل مسجدنا وليصلي في بيته يدعوك أن تصلي في بيتك فأكلك للثوم أو البصل يفرض عليك إقامة جبرية في بيتك أنك لا تخرج إلى المسجد لأن رائحتك تؤذي الناس وتؤذي الملائكة وأنت ينبغي أن تتجمل وأن تأخذ زينتك وأن تركز على الذوقيات في كل مكان من ذوقياته أيها الخوة الكرام صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمرنا بأن نأخذ زينتنا للمساجد فقال عليه الصلاة والسلام مثلا بخصوص الثياب قال خير ثيابكم البيض تلبسونها وتكفنون بها موتاكم ولم يجعل علينا حجرا في قضية الألوان فقد لبس صلى الله عليه وسلم البرد ولبس العباء ولبس الإزار ووضع على رأسه ما وضع ولبس من الأحذية صلى الله عليه وسلم ما لبس حتى لا يجعل على الناس قيد والقضية عرفية أكثر منها شرعية ولا حرج في قضية أي ملابس تلبسها أنت ما لم يكن فيها مخالفة لنص شرعي كما في قوله صلى الله عليه وسلم مثلا ما أسفل من الكعبين ففي النار يعني إطالة الثوب خصوصا إذا كان بنية الخيلاء والتكبر أو كانت الثياب فيها تشبه بالكفار أو كانت الثياب فيها تشبه الرجال بالنساء أو النساء بالرجال أو غير ذلك نعم أيها الأخوة الكرام هكذا كان صلى الله عليه وسلم في اهتمامه بالذوقيات فأكد لنا على مثلا قضية زينة المسجد يقول الله عز وجل في كتابه خذوا زينتكم عند كل مسجد خذوا زينتكم عند كل مسجد فمن الذوق أن تلبس ملابس تليق بالمسجد في أقل تقدير تكون نظيفة وفي أعلى تقدير أن تكون مرتبة ومنسقة بقضية ألوانها وبعطرها وبنظافتها ويعني كونها غير يعني كونها عفو اللائقة بالمسجد وبمقام العبودية لله والوقوف بين يدي الله لا شك أنه خير الألوان الأبيض لكن لا حرج عليك أن تلبس من أي لون من الألوان لكن المهم ما يتناسب مع زينة المسجد من ذوقياته صلى الله عليه وسلم أنه تنزل عليه من القرآن الكريم آيات تمدح بعض أصحابه وهم من يصلون في مسجد قباء لماذا مدحهم الله عز وجل وقال فيه رجال يحبون أن يطهروا والله يحب المطهرين قال العلماء لماذا مدح الله عز وجل أهل هذا المسجد قالوا كانوا إذا استنجوا يعني أجلكمنا إذا ذهبوا لقضاء الحاجة فأرادوا أن يذهبوا أو أن يزيلوا النجاسة عن القبل أو عن الدبل إلى حياة في الدين كانوا يتبعون الحجارة بالماء يعني لا يستجمرون بالحجارة فقط ولا يستنجون بالماء فقط بل يستجمرون بالحجارة ثم يتبعونها بالماء مبالغة في النظافة ودرجة عارية من النظافة فمدحهم الله من فوق سبع سماوات وقال فيه رجال يحبون أن يطهروا والله يحب المطهرين هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذوقه فهو إمام أهل الذوق وهو من يعلمنا الذوق صلى الله عليه وسلم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر